بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في مادة العقيدة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنوان له المؤلف بقوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ونحو الشجر والحجر مثل النهر مثل البقعة مثل البحر مثل الذوات بشكل عام فكلها تأخذ هذا المعنى والمراد تبرك يعني طلب البركة والتمس البركة والبركة هي الزيادة في الخير يعني تقول هذا مكان فيه بركة يعني فيه زيادة في الخير ولهذا سميت البركة التي يكون فيها الماء لأن الماء يجتمع فيها فكذلك البركة ولهذا المدينة مباركة فيها بركة هذه البركة أن فيها خير بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها في مدها وفي صاعها ونحو ذلك المسجد الحرام فيه بركة وهذه البركة أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فهذا معنى البركة هي الخير الكثير الذي يكون في مكان أو في ذات والبركة يضعها الله عز وجل فيما يشاء من خلقه يضع البركة في هذه الأشياء والتماس هذه البركة هو عبادة الإنسان لما يلتمس هذه البركة فهو يتعبد لله عز وجل بالتماس هذه البركة ولهذا لا بد أن تكون الطريقة التي يلتمس بها البركة طريقة مشروعة فلننظر مثلا شخص كيف يلتمس بركة المدينة هل ممكن أن يتمسح بأحجارها هل ممكن أن يتمسح بأشجارها هل يمكن أن يتمسح بأبنيتها ويقول هذا بلد مبارك إذن أنا أفعل ذلك نقول لا هذا بلد مبارك صحيح لكن طلب هذه البركة تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والذين يأتون إلى المدينة يطلبون البركة إنما يطلبون مثل ما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني يريدون النماء والزيادة في الخير في الصاعي في المد في العبادة في نحو ذلك فإذن طلب البركة مقيد بما شرعه الله عز وجل وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا القرآن مبارك مبارك لأنه يهدي إلى الحق القرآن مبارك شهر رمضان تقول شهر مبارك لأن الأعمال تزيد فيه وهكذا فلنعرف ما المراد بالبركة وهو النماء والزيادة والتماس هذه البركة هو عبادة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على الطريقة التي شرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل جعل في بعض الناس بركة بمعنى أنه ياتي الخير الكثير من قبله الله جعل فيه بركة والناس اعتادوا على أنهم إذا رأوا شخص يكون سبب للخير فإنهم يقولون هذا شخص مبارك يعني جعل الله فيه بركة وانظروا إلى قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومر على خيمة أم معبد قريب من رابر وكانت المرأة على الشرك وهو متخفي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الطلب من طلب قريش الذين أرسلوا الطلب ذو الحصول على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ليحولوا بينهم وبين الهجرة إلى المدينة فمر على هذه المرأة العربية في خيمتها وليس عندها طعام وإنما عندها شاة كثيرة بمعنى شاة هزيلة ما في ربيع فهي هزيلة ولهجالها تركوها في البيت ما راحت مع الغنم فسألها عن الشاة فقالت أنها هزيلة قال فيها حليب قالت كيف يكون فيها حليب وهي بهذه الحالة من الهجال فقال أتأذنين لي أن أحلبها فاستاذنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حلبها فمسح عليها فامتلى ضرعها بالحليب فشرب منه صلى الله عليه وسلم أسقى أبا بكر وشرب منه صلى الله عليه وسلم وترك الباقي عند أم معبد وهي على جاهليتها فلما جاء زوجها بغنمه في المساء قال ما هذا حليب منين جاء هذا الحليب فقالت جاءنا رجل مبارك شف جاءنا رجل مبارك يعني شوف الخير العظيم الذي جاء بسببه جاءنا رجل مبارك فذكرت من صفته فقال إن هذا صاحب قريش يسمع أن قريش يبحثون عنه يقول إن هذا صاحب قريش فهذا سأل جعله الله عز وجل سببا للبركة فهو رجل مبارك وانظروا إلى قصة عائشة رضي الله عنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره وهو راجع إلى المدينة فانقطع في الليل في الظلام انقطع لها عقد ولا تدري أين ذهب وهذا العقد له مكان في نفسها والجيش ليس معه ماء ولهذا طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في منزلهم حتى الصباح لتبحث عن العقد والجيش ليس فيه ماء فأجابها الرسول صلى الله عليه إلى طلبها وهذا لحكمة ظهرت بعد ذلك ولهذا غضب أبوها يقول تحبسين الجيش الجيش ما في ماء من أجل عقد غضب من هذا التصرف لكنه لأمر أراده الله عز وجل فلما أصبحوا نزلت آية التيمم يعني يسر الله على المسلمين أنهم إذا لم يجدوا الماء فإنهم يتيممون ولهذا يقول سيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا أل أبي بكر يعني بسبب هذه الحالة يعني جاء خير كثير للأمة والمراد أنكم سبب فيها ولا البركة من الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة من الله لكن جعلكم أسرة مباركة ياتي بسببها الخير الكثير للناس ولهذا كان الصحابة يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يتبركون بعرقه يأخذون ملابسه يأخذون ما مسه من عصى أو من سيف أو نحو ذلك أو قدح أو نحو ذلك ويلتمسون البركة التي وضعها الله عز وجل في الرسول صلى الله عليه وسلم لكن التباس البركة من غير طريقها الصحيح التباس البركة من غير طريقها الصحيح الشرك ولهذا بواب المؤلف هنا باب من تبرك بشجر أو حجر وذكر الآيات التي تتحدث عن أصنام المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أبرج ما كان يطلب المشركون من أصنامهم حصول البركة وهي ليس فيها بركة كانوا يفعلون أشياء كثيرة عند أصنامهم منها طلبوا البركة منها منها النذر لها منها الذبح منها التمسح بها منها العكوف وهو المكث الطويل عندها لتنتقل لهم البركات والخيرات منها الدعاء لها فلهذا المؤلف لما ذكر هذا الباب استدل عليه بأحوال المشركين وبين أن الذي يلتبس البركة من غير دليلها الصحيح فإنه فعل مثل فعل المشركين فذكر اللات واللات هذا صنم لثقيف في الطائف لكن لماذا سموه اللات قالوا إنه من حجرة بيضاء منقوشة وجعل عليها ستار مثل ستار الكعبة ولها فيناء فيجتمعون يلتمسون البركة عندها وينذرون لها ويذبحون لها لماذا سموه اللات سموه اللات قال بعضهم اشتقوه من اسم الله عز وجل اشتقوا اسم اللات من الله فكأن له شيء من التألف فسموه اللات وبعضهم قال إن فيه رجل صالح في هذا المكان وكان كريم وكان يلت السويق يعني يعجن السويق والسويق هو الدقيق بالسمن تذكرون غزوة السويق يعني كان معهم دقيق الدخ أو الحمطة يعجن بالسمن فهو يلت لهم السويق ويكرمهم خاص الذين يحجون ويمرون عليه في ذلك الوقت فكان رجل كريم رجل مباء عندهم رجل له مزية ويضع على هذه الصخرة البيضاء المنقوشة السلة يعني السمن لما يسلوه ويضعه يضع على هذه الصخرة فلما مات عظم المكان عظم البقعة وهذا يدخل فيه قول حجر شجر أو حجر ونحوهما يعني البقعة التي حول هذا المكان فصار سنم يعظمه ثقيف من أهل الطائف يعظمون هذا السنم وأما قريش فلهم سنم آخر يسمى العزة وهذا العزة في وادي نخلة متعرفون وادي نخلة هذا الذي معه طريق السيل الآن وادي نخلة الذي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في رجوعه من الطائف وكان يصلي من الليل ويتلو القرآن فجاءت الجن واستمعت إلى قراءته كان لهم صنم في هذا الوادي يسمى العزة وقيل إنهم اشتقوا اسم العزة من اسم الله العزيز فهم يعرفون أسماء الله يعرفون كثير منها يعرفون العزيز يعرفون الرب يعرفون أسماء كثيرة منها فاشتقوا اسم العزة من العزيز وبنوا بيت معظم على سمرات في هذا المكان ولهذا يفخر به أبو سفيان في غزوة أحد فبعدا شعر بالانتصار في غزوة أحد ينادي ويثني على أصنامه ويقول اعلوا هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم ما عندكم صنم يقول لنا العزة ولا عزة لكم فقال الرسول عليه وسلم ألا تجيبوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم يعني الله ناصرنا وأنتم أهل باطل غير منصورين الله مولانا نتوكل عليه ناركن إليه ولا مولى لكم أنتم رد على هذا وأما منات فهي صنم أكثر ما كان يعبده خجاعة وهي في مكان يقال له قديد وهذا معروف الآن اسمه وادي قديد بعد خليص على طريق الهجرة مكان يقول عند المشلل من قديد وكان كثير من العرب يعبدون هذا الصنم منات وحتى بعض الأنصار قبل إسلامهم من المدينة يعظمون هذا الصنم لأنه على الطريق بينهم وبين مكة فإذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من هذا المكان من قديد من عند هذا الصنم من صنم منات وسمي منات قيل أيضا من اسم الله المنان اشتقوا هذا الاسم من اسم الله المنان ومن أسماء الله عز وجل المنان كما جاء في الحديث الصحيح في الدعاء وقيل إنه من كثر ما يمنى يعني ينثر من الدماء والذبع عنده يذبحون فهذا الدماء سمي منات وكل هذه الثلاثة الأصنام هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح فصنم ذقيف أرسل له المغير بن شعب فهدمه وصنم العز أرسل له خالد بن الوليد فهدمه هدمه وصنم منات أرسل له علي بن أبي طالب فهدمه فأزال هذه الأصنام وكان في أصنام أخر كثيرة جدا أكثر وكان عند الكعبة فكسرها الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا وهو يتل قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوبا إذن الذي يتعلق بشجر ولا حجر ولا عين يطلب منها البركة هو فعل مثل فعل الجاهلية الأولى فالبركة لا تطلب إلا من الله عز وجل ولهذا لما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكعبة جاء إلى الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وما قبلت وهو الحجر الأسود وهو في الكعبة ويبدأ منها الطواف لكن هذا ما تفعل إلا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يشرع للإنسان الآن أن يذهب في غير الطواف ويتمسح بالحجر الأسود هذا غير مشروع وما يفعله بعض الناس الآن نراهم إذا سلم الإمام ذهبوا بسرعة يتمسحون بالحجر الأسود هذا ما بصحيب ولا دليل عليه يعني ما كان الصحابة رواهم وعيهم وهم في الكعبة كل مرة أو يمسح على الركن اليماني لا في الطواف نعم لأن الدليل ورد ولهذا مقام إبراهيم ما يتمسح به أحد لا في الطواف ولا في غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله أرأيتم كيف أن البركة عبادة والتبرك عبادة وأن الإنسان لا يفعل إلا على وفق المشروع كما شرع يفعل وأن طلب البركة من الذوات والأحجار والأشجار بغير الطريقة المشروعة إما شرك أكبر أو وسيلة إلى الشرك ولهذا ذكر هنا قصة عجيبة وهي بعد فتح مكة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة غزى أهل الطايف الغزوة المشهورة المسمى بحنين غزوة حنين وكان معه جمع من المسلمين من الذين قادموا معه من الجيش من المدينة ومما حولها وخرج معه من أهل مكة ألفان يعني توهم دخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وخرجوا معه في المعركة ولهذا كانوا كثير جدا لما خرجوا حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة لما رأى كثرة الجيش قال لن نغلب اليوم من قلة فهزموا في بداية المعركة ففر الناس يمينا وشمالا حتى لم يبقى مع الرسول عليه وسلم إلا يمكن مئة رجل عقوبة على الاعتداد بالكثرة لأن الاعتماد والتوكل هو على الله عز وجل وهم في طريقهم كان المشركون لهم سدرة والسدرة تعلمون شجرة معروفة سدرة شجرة كبيرة عظيمة كانوا يعظمونها ويعلقون أسلحتهم عليها في الجاهلية ويظنون أن هذه السدرة فيها بركة وأن السلاح إذا علق فيها نال من بركتها فلا يخطي إذا رمي به إيش كانوا يطلبون يطلبون البركة من السدرة وهل في دليل إن السدرة هذه فيها بركة ما فيه بركة ولهذا تسمى ذات أنواط يعني ذات معاليق لأنها تعلق عليها الأسلحة فكان الذين دخلوا في الإسلام حديثا مع أنهم عرب ويعرفون معنى لا إله إلا الله لكن يبقى إن بعض المسائل الدقيقة في معنى لا إله إلا الله قد تخفى على بعض الناس ولهذا لأن أنواع العبادة كثيرة متكاثرة يدخل فيها التبرك يدخل فيها العكوف يدخل فيها النذر يدخل فيها الذبح فقد يخفى على بعض الناس بعض المسائل ولهذا ذكر المؤلف هنا حديث بواقد الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال ونحن حدثاء عهد بالكفر ننظر كيف قدم الاعتذار لأنفسهم يعني إلى الآن ما تعلمنا الإيمان تعليما صحيحا وإنما نحن حدثاء عهد بالكفر ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها لاحظوا معنى يعكفون يعني أنهم يجلسون عندها يلتمسون الخير والبركة من قبلها فدل على أن العكوف هذا عبادة من أنواع العبادة أن تعتكف في مكان تريد الخير والبركة والأجر يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعني يعلقون فيها الرماح ونحو ذلك يعلقون ها في هذه الشجرة يأتون قبل الغزوة ويجلسون ويعلقون ها ثم ينتظرون ساعة ساعتين ثم يأخذون السلاح يعني البركة باركتهم هذه فظنوا فيها خيرا يأتي من السدرة هذا في الأسلحة قال يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة انظرو ما قالوا نريد سدرة المشركين ما طلبوا سدرة المشركين لا مروا بسدرة ثانية قال فمررنا بسدرة فأعجبهم شكلها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني يا رسول الله إذن لنا أو ادعو الله لنا أن يجعل في هذه السدرة بركة ونعلق أسلحتنا فيها كما أن عندهم سدرة فنحن نريد سدرة نعلق أسلحتنا بها فقال رسول الله الله أكبر كبر الرسول استعظاما لهذا القون كيف يقولون هذا القون ثم قال إن إنها السنن السنن يعني طرائق الجاهلية السنن الذي يسير عليها الناس ويأخذها بعضهم عن بعض والذي نفسي بيده قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهذا الطلب مثل طلبه بنو إسرائيل مع أنهم جلسوا فترة يعلمهم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام التوحيد ومع هذا لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون يعني كيف أجعل من المخلوقات آلهة والعبادة لا تكون إلا للخالق ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبنا سنن من كان قبلكم يعني أن هذه الأمة سوف تشابه الأمم الكافرة وتقلدها في أشياء كثيرة وهذا الحديث حديث رواه الترمذي وصححه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وصححه بعض المحققين وكان بعض الباحثين قال إن هذا الحديث لا يصح وقال إن في سنده راوي مجهول وهو سنان ابن أبي سنان وقال بعض المتقدمين هذا القول لكن يبدو أن قائل هذا القول لم يستقصي روايات هذا الحديث ولهذا الأخ عادل جزاه الله خيرا تتبع رواية هذا الحديث كانوا يقولون عن هذا الحديث عن الراوي سنان ابن أبي سنان بأنه مجهول لكن تبين من بحث الأخ أنه ليس بمجهول لأنه من حيث جهالة من حيث جهالة العين فقد روى عنه ذلاثة وبهذا ترتفع عن جهالة العين ومن حيث جهالة الحال فإنه قد وثقوا بعض الأئمة المعتمد توذيقهم وبهذا يكون هذا الحديث صحيح ولهذا احتج به المؤلف في هذا الباب وتابعه كل الشراح الذين شرحوا هذا الحديث وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه حديث صحيح معتمد وأن الجهالة منتفية عن سنان ابن أبي سنان وهذا الحديث والآيات التي قبل فيها من الفقه والأشياء العظيمة هنا قال أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى فيه تقدير يدل عليه السياق يعني أرأيتم هذه الأصنام الثلاثة أنفعت أمضرت يعني أنها لا تنفع ولا تضر ولهذا فالذي لا ينفع ولا يضر لا يعبد والذي يملك الضر والنفع والله سبحانه وتعالى فلذلك لا يلتفت لهذه الأصنام ولا يلتفت لأي شيء حاله يشابه هذه الحالة مثل هذه الأشجار الموجودة هل رجع بعض المسلمين إلى هذه الصورة الشركية نعم رجع من قديم ولهذا ذكر الشارح هنا كلام لإمام من أئمة الشافعية في كتاب له بعنوان البدع والحوادث لأبي شامة من علماء الشافعية فقال يقول ومن هذا القسم يعني التبرك بالأشجار والأحجار والأمكنة هذا في زمن أبي شامة ومن هذا القسم أيضا ما قد عمل الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة الجهل لما عندهم علم من تخليق الحيطان والعمد تخليقها يعني يعلقون على هذه الحيطان والعمد التماسا للبركة يعلق مثلا بعض الملابس ويأخذها بعد ذلك يلبسها وإسراج مواضع مخصوصة مواضع يعني يولعون فيها نور يجعلون فيها سراج في زمنهم يحطون مثلا لمبات في الزيت في هذا المكان وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكي أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية انظروا كيف انسياق الناس يأتيهم شخص ويقول البارح في منامه رأيت الشافعي أو رأيت أحمد بن حنبل في المكان الفلاني قالوا خلاص مكان مبارك فياتون ويحوطون هذا المكان ويلتمسون البركة به وهو عن طريق الرؤى والمنامات وهذه لا يوخذ عن طريق الرؤى والمنامات لا يوخذ دين لا يقول الإنسان أنا رأيت في منامي أن أفعل كذا بشيء جديد لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله له الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فما يحتاج يتنا أحد الآن مثلا ويقول رأيت في منامي أن أصلي أربع ركعات في وقت كذا في المكان الفلاني يختار مكان مثل العزيزية في مكة يقول رأيت أن الصلاة في العزيزية في هذا الوقت ورأيت بعض الأمة جاء وصلوا في العزيزية في منامي فيأتي شخص ويقول يستحب أن نصلي في العزيزية لأن الشيخ الفلاني رأى في منامه أن أحمد والشافعي أتوا وصلوا في هذا المكان هذا ممنوع الباب مسدود تماما فالدين ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقول حكايات مجرد حكايات قال فيفعلون ذلك ويحافظون عليه يعني على المكان مع تضيعهم لفرائض الله تعالى وسننه يعني غالبا أصحاب البدع يتمسكون ببدع تمسك عجيب تمسك عجيب وهو في الفرائض مضيع لها يعني هل تدرون أن بعض الذين يحتفلون بالمولد سنويا في مكة إنه محج وهو في مكة محج ركن الإسلام محج ولا يفوته المولد ليش قال والله أنا مطوف 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 بعد يجيب الحجاء وشغال مع الحجاء ما أستطيع أحرم شغال مع الحجاج ومطوف ربك يفرج يقول بعد فانظر هؤلاء يتكلم عنهم أبو شامة كم يضيعون كم يضيعون من السنن بل والفرائض ويحرصون على هذه البدع والخرافات قال مع تضيعهم لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم موقع تلك الأماكن أو يعظم موقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها قال وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وهو يتكلم عن مدينة دمشق لأنه كان في مدينة دمشق ولهذا يقول وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومى ما أدري عده هل دمشق يعرفون هل باب تومى لا زال موجود ولا راح لكن يقول إن خارج باب تومى في عيين مصغرة يعني تصغير عين ينبع منها ما يسمونها عوينة الحمى يعني لعنده حمى يذهب إلى هذه العين ويستشفي بها والعمود المخلق داخل باب الصغير قال والشجر الملعون خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق الشيخ هنا يقول الشجر الملعون نظرا لأن الذين يأتون ويعظمون كثير جدا في حكاية قيل لهم عنها فصاروا يعظمون هذه الشجرة سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها وهو يشير بهذا إلى قضية شرعية من حماية التوحيد أن تزيل أي شيء يكون فيه تعلق للناس يعني إذا عرفت في شجر ولا مكان أو نحو ذلك فيزال هذا المكان حتى لا يتعلق به الناس ولهذا أزال الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام التي مر ذكرها حتى لا يتعلق الناس بها ولهذا قال سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها قد تقولون أبو شام نفس لماذا لم يذهب ويقطعها يعني أنتم تعرفون أحيانا العالم يكون في بلد وعامة الناس يعظمون هذا المكان وقد يكون الحاكم السياسي لا يرضى ويقول هذه فترة لا تحدث لنها فترة أترك الناس ولهذا لا يستطيع أن يقطعها ينكرها لكن لا يستطيع أن يقطعها يقول هذا لا يجوز لكنه لا يستطيع وانظروا إلى بلدان المسلمين الآن كم فيها من الأضرحة التي يتقرب بها والعلماء لا يستطيعون هدم هذه الأضرحة نظرا لكثرة العوام المتعلقين بها يعني إذا كان كتب في الجرائد أن يوم المولد يحضر عند البدوي أكثر من ثنين مليون ثنين مليون اثنين مليون شخص يحضرون عند هذا البدوي في يوم المولد ومن هو هذا البدوي يعني ما هي المؤلفات التي كتبها البدوي ما هو العلوم التي كتبها البدوي اعتاد الناس هكذا ثم إنهم لا يفكرون بعقولهم فإذا كان هذا عند قبر البدوي كم عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل أتى الناس إلى قبر الرسول أعلى سلم هل أتوا إلى قبر عمر قبر أبي بكر قبل وثم قبل هل فعلوا ذلك هل أتوا إلى قبر حمزة وجعلوا موالد عندها إيش هذا يعني ما لهم عقول يفكرون في سيرة الصحابة في سيرة التابعين لو كان الأولياء فإن من صحابة الله من شهد له بالولاية أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم فأين قبورهم وأين أضرحاتهم والذين يقولون الذي يتكلم عن القبور هم الوهابية فقط يا أخي الوهابية لها قرنين من الزمان يعني محمد عبدالوهاب له قرنين قبل هذا ألف ومائتين سنة أين قبور الصحابة أين قبور التابعين أين قبور أئمة المذاهب الأربعة هل عبد الناس هذا التوحيد متصل والحمد لله لكن أهل الباطل يشوشون بالكذب التوحيد متصل ما في أحد يتمسح بالأضرحة أو يتبرك بها أو يفعل هذه الأفاعيل المنكرة أو يطلب البركة من غير الله سبحانه وتعالى وهذا ابن القيم في القرن السابع بعد أواخر القرن السابع الهجري وهو من أهل الشام وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك لاتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه العين تقبل النذر تقبل النذر قال أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها يتقرب بها الناذر إلى المنذور له قال وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام قال ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بينا لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فكيف لا يخفى على من هو من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بأثار النبوة بل خفية عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربه يعني أن هذا التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك انتشر عند كثير من الذين لا يفهمون الذين يأخذون الدين بالتقليد ما يأخذ من من الرعيل الأول من الصحابة إذا أردت السلامة من البدع فعليك بالدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنه لا يمكن أن يكون بعد الصحابة أفهم من الصحابة لا يمكن البتة لعدة أسباب السبب الأول أنهم عايش الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه فكان يقرأ عليهم القرآن ويفسره لهم السبب الثاني أنهم إذا جهلوا شيء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه السبب الثالث أن لغة القرآن هي لغتهم فهم يعرفون معاني القرآن السبب الرابع أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بقلوب سليمة حفظا لهذا الدين فلا مثيلة للصحابة البتة لا في الفهم لا في العلم ما لهم مثيل البتة الأمر الخامس النصح أصحاب نصح أصحاب دين يبيعون أنفسهم لله سبحانه وتعالى ذكرنا لكم في درس البارح كيف أن سبعة من الأنصار ماتوا دون الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا يعني تعرضوا للموت لألا يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم سهم من السيام فهؤلاء فهموا الدين فهما صحيحا فهموا الدين فهما صحيحا وخاصة ما يتعلق بالتوحيد يعني هذا أعظم شيء فهموه أعظم شيء فهموه ما يتعلق بالتوحيد والعبادة والإيمان وكيف يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا ما في خلاف بينهم في هذه المسائل البتة بعض الأحكام يحصل فيها خلاف لكن هذه المسائل الكبيرة وصول الدين ما بينهم فيها خلاف تماما ولهذا إذا أردت أن تعرف شيء هو صحيح ولا ما هو صحيح قل هل فعله الصحابة ولا ما فعله ولهذا هنا الشارح جزاه الله خيرا ناقش مسألة يقع فيها بعض الناس حتى وإن كان ينتسب للعلم وهي التبرك بالصالحين في حال حياتهم ولا بعد الوفاة لا يعني ذكر عن بعض العلماء من شراح الحديث أنهم يرون أن تتبرك بالعالم الكبير وتمسح على يديه ونحو ذلك من أين لهم ذلك؟ قالوا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يمسحون جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبركون بعرقه وبملابسه هل هذا الدليل صحيح ولا باطل؟ وهؤلاء الذين قالوا بالتبرك ما قالوا يتبرك به بعد موته ما قالوا هؤلاء العلماء الذين هم من شراح الحديث ولهم منزل عند الأمة ما قالوا أنه يتبرك بشخص بعد موته البتة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا تمسح حجرة البنياء لأن هذا البنياء يجدد كل مرة ما قالوا تمسح حجرة ولا تمسح المكان ما فيه لكن قالوا لا باس من التبرك بالعلماء قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه زلة لا شك ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من زلة العالم فإن العالم قد يكون له منزلة كبيرة وعنده علم وعنده شيء طيبة فيزل فهذه خطرة على الناس زلة العالم خطيرة حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من جدال المنافق بالقرآن ومن زلة العالم ولهذا إذا جل العالم في مسألة فلا يتابع على جلته مهما كان مهما بلغ إذا جل في مسألة فلا تتابعه لأن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم أما البشر فليس لهم عصمة ولهذا قد يزل العالم في مسألة من المسائل والناس يتعلقون به لأن له لسان صدق في الأمة فيقول قال العالم الفلاني كذا قال العالم الفلاني كذا ولذلك إذا رأيت الإنسان لا دليل له إلا قال العالم قال العالم الفلاني ما استدل ما استدل تجد بعض الناس الآن إذا أرادوا أن يجرحوا شخص أو يعدلوه مثلا أو نحو ذلك تجد قال العالم الفلاني فيه كذا وقال العالم الفلاني فيه كذا وقال العالم الفلاني فيه كذا احرص على الدليل خاصة في مسائل الدين في مسائل الدين والعبادة مسائل الشرك صول الدين إذا قال شخص قول فانظر لأن العالم يستدل لقوله العالم يستدل لقوله ما هو قوله دليل دائما لأنه قد يزل ولذلك بعض الناس يأتي مثلا إلى شخص له باع طويل في العلم مثل ابن تيمية ولا ابن حجر ويقول قال فلان ثم يأتيك بقضية ثانية وهل أنت أعلم من ابن تيمية ولا ابن حجر لا يا أخي لكن هل عندك ضمان أنه لا يخطي إذا كان في ضمان أنه لا يخطي نعم ألتزم بقوله إذا كان ما في ضمان أنظر دليله ما هو الدليل اعتمد عليه انظر هؤلاء كيف يعتمدوا على دليل قياس الصالحين على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قياس فاسد هذا قياس فاسد قطعا فاسد لأن الرسول عليه وسلم له خصائص اختص به لا يجوز أن يقاس عليه الرسول عليه وسلم تزوج تسعة من النسوة هل يأتي شخص ويقول أتجوج تسعة من النسوة هذا من خصائص هذا من خصائص وكذلك التبرك بملابسه وشعره وعرقه هذا خاص به ما الدليل الدليل هل فيه أفضل من الصحابة بعد أبي بكر هل فعل الصحابة به ذلك ما حصل هل فعلوه بعمر ما حصل هل فعلوه بعثمان ما حصل هل فعلوه بعلي الأربع الخلفاء العظام المشهود لهم بالجنة ما حصل هذا فهل بالله الصحابة جميعا ما يفعلونه وتأتي وتقيس ولهذا لا يلتفت لهذا القياس وهو قياس فاسد الاعتبار ولا يتابع العالم في جلته العالم الذي قال بهذا القول يعني أثرت عن بعض العلماء الكبار فلا يتابع في زلته هذه ولهذا قال هنا وأما ما دعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد ما ماته ولو كان خيرا لسبقون إليه وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع سادتهم في العلم والدين وهم الأسوة فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره هذا دليل استدل به وهو عظيم كبير ثم استدل بشيء آخر قال ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يقر يعني التمسح بالأشخاص والسادة والكبار من الناس والعلماء ونحو ذلك هذا الباب مسدود مسدود ولهذا تجدون بعض المتأثنين بتقديس السادة والأولياء ونحو ذلك يقبلون يديه ويمسحونها ويضعها في الماء ويأخذون بقية الماء ويشرب من الماء ويأخذون بقية الماء ونحو ذلك وهذا كل هذا من ذرايع الشرك لا بد أن يسد هذا الباب ولا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم غيره بقي هنا مسألة مهمة في غاية الأهمية وهي أن قول هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بالكفر لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هل ارتدوا عن الإسلام؟ والذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة هل ارتدوا عن الإسلام؟ أم لم يمتدوا؟ لم يرتدوا عن الإسلام والدليل على أنهم لم يرتدوا عن الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم جددوا إسلامكم ولم يقل لهم قولوا لا إله إلا الله فلماذا لم يرتدوا؟ قال لأنهم لم يفعلوا يعني هم ما فعلوا الشرك ما عبدوا وإنما طالبوا فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهم طالبوا ولم يفعلوا وهذا الطلب به خلل لا شك هذا الطلب فيه خلل لكن هذا الخلل أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يجعله بعض العلماء من باب الشرك الأصغر وهذا ما جنح إليه المؤلف هنا لما قال فيه بيان أن الشرك فيه شرك أكبر وشرك أصغر لأنهم لم يفعلوا ولم يمارسوا ولو أنهم ذهبوا إلى السدرة وعلقوا أسلحتهم بها ونحو ذلك لمارسوا الشرك لكنهم لم يحصلوا منهم ذلك كذلك كما أن قول قوم موسى لم يعبدوا الآلهة وإنما طلبوا منه ذلك فلأنهم لم يفعلوا فهم لم يرتدوا فهم لم يرتدوا أضف إلى ذلك أنهم حدثاء عهد بالكفر يعني وحديث العهد بالكفر الذي في بادية بعيدة عن الدين والعلماء ونحو ذلك فهذا يعني يحصل منهم ولا يحصل من غيره ولهذا يعني أخذ المؤلف من هذا أن من عاش على الباطل سنين طويلة لا يمن أن يبقى معه شيء من البواقي من بقي على باطل معين سنين طويلة فإنه لا يؤمن أن يأتي بشيء من الترسبات التي بقيت عندهم بقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتركبنا سنن من كان قبلكم وهذا الأمم يقلد بعضها ببعضها ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من تقليد هذه الأمم الكافرة لكنه بيّن أنه سوف يحدث في هذه الأمم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولهذا نكون على حذر نكون على حذر من تقليد المشركين وهذا الباب الآن بحر لا ساحل له بسبب كثرة الاتصالات والأجواء المفتوحة حتى يقال إن العالم أصبح قرية فتجد الناس يجتمعون ويقلد بعضهم بعضا يجتمعون ويقلد بعضهم بعضا ولا يستوعبون الأدلة ولا لحو ذلك ولهذا فيه مسائل كثيرة يتأثر بها بعض الناس ويكونوا من جهله يعني الآن ترون أن بعض الناس يدخل في الكنائس ويصلي مع أهل الكنائس ويدعو والصليب من فرع راسه ويدخل مع أهل الكنائس وبعض من الناس يظن أن هذا من باب المسالمة والمصالحة معهم لكن الصليب سماه الرسول عليه وسلم وثن قال لعدي أمط عنك هذا الوثن أمط عنك هذا الوثن أمط عنك هذا الوثن فإذا كان وثن تأتي تحت الوثن ما تأتي تحت الوثن ما تأتي تحت الوثن ولا تفعل أفعال المشركين لكنهم مع غلبة الجهل ونحو ذلك مثل ذلك أيضا إذا ما تميت أو صار له شيء قالوا نقوم دقائق حدادا عليه وصار تقليد عالمي ونحو ذلك من الترهات التي تسربت إلى المسلمين من أعدائهم الكفار إنها السنن ولذلك المسلم الحق لا يلتفت إلى ما يصنعه المشركون بهذه الطريقة ويلتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بل الأصل في طرائقهم هذه أنك تأخذ الحذر منها حتى يتبين لك الصواب يتبين لك الصواب ولهذا بعض الناس من جهل يظن لا يفرق بين المهادنة في حال الضعف وبين الوقوع في الخطأ وبين الوقوع في الشرك المهادنة شيء وعدم إعلان الحرب شيء في حال الضعف وإقرار الشرك شيء آخر والوقوع في الشرك شيء آخر والعياذ بالله ولهذا ود الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يداهن والمداهنة غير غير المهادنة المداهنة غير المهادنة المهادنة لا تعلن الحرب المداهنة أن تبين أن توهمهم أن ما هم عليه صحيح ولقى هذا قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني إذا أهمت أن الذي هم عليه صحيح فهذه المداهنة يعني يأتي بعض الناس ويقول عند الكفار مثلا في مجامعهم ويقول نحن نعظم موسى عليه السلام ونعظم شريعة موسى ونعظم عيسى ونعظم شريعة عيسى ونعظم الإسلام عجيب نحن نعظم موسى وعيسى صح أنبياء أهل توحيد ونعظم شريعتهم قبل التحريف لكن الذي هم عليه وثنيا وثنيا اللي هم عليه هم يعبدون الصليف ويزعمون أن عيسى ابن الله فهذه وثنيا حتى أن بعض الجهل ظن أن الإسلام والنصرانية والنصرانية واليهودية طرائق إلى الله كل طرائق من أراد أن يأخذ هذا يأخذ ومن أراد أن يأخذ هذا يأخذ ومن ويوهمهم الإعلام الفاسد بهذا ولهذا يقول هؤلاء أهل الكتاب يا أخي أهل الكتاب دخلوا في الشرك أنت الآن لو كان شخص مسلم يعني يعلن الإسلام ودخل في الشرك خلاص الفيصل بينك وبينك فكيف بغيره ولهذا ناقش المؤلف هنا مسألة يعني هل ممكن أن يقع الشرك في جزيرة العرب يعني هل ممكن أن يعود شرك في جزيرة العرب ويعبدوا ناس في جزيرة العرب الأوثان لماذا ذكر هذا هذه المسألة لأن هؤلاء طلبوا أن يكون لهم ذات أنواع ولأن الرسول عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني الشيطان صابه يأس لما رأى كثرة الخير والعبادة ونحو ذلك صابه يأس أن يعبده المصلون في الجزيرة ولهذا اشتغل بالتحريش لكن هذا الخبر ذكره الرسول عليه وسلم عن الشيطان أنه وصابه اليأس وهل يأس الشيطان هو حق لا بد أن يحصل لا ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تصطفق اليأت نساء دوس على صنمي بالخلصة وهو في جزيرة العرب قطعا فدل على أنه بعض من الذين يعبدون صنم دوسه فيعبدونه يرجعون إلى عبادته يرجعون إلى عبادته وممكن أن يحمل الحديث على أن الجزيرة لن تكون يعني بكاملها يعبد الناس فيها الأوذان يعني ليس بكاملها كل تتحول إلى عبادة الأوذان فهي معصومة من هذا إن شاء الله ولعل حديث لا هجرة بعد الفتح مما يدل على هذا لا هجرة بعد الفتح فإن بعض العلماء استدل على أن مكة سوف تبقى دار إسلام بعد الفتح لأنه لا يهاجر منها إلى غيرها لا يهاجر منها إلى غيرها بسبب الدين وإنما تبقى دار إسلام وعلى كل فهذا فيه علم من أعلام النبوة لما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سوف نتبع السنن وأنه سوف يحصل شيء من ذلك فهذا من الأخبار بالغيب من الأخبار بالغيب لكن هذا الخبر هذا أخبار الغيب أحيانا يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حكم يتعلق بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر